مائة وثلاثة وثمانين توقيعاً نيابياً قدمت إلى رئيس مجلس النواب محمد حلبوسي لعقد جلسة نيابية ما بعد زيارة الأربعين دلالة واضحة على أن الإطار ماضي بتشكيل الحكومة وما تبقى هو حسم الأكراد لتسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية أو تكرار لسيناريو عام 2018 أعتقد أن هناك توجهات من الإطار التنسيقي بعقد جلسة ووصل إلى اللمسات الأخيرة لعقد هذه الجلسة والمرور بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومن ثم تشكيل الحكومة ندل على شيء فإنه يدل على أن الإطار التنسيقي أصبح قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة القادمة جلسة البرلمان المقبلة قد تكون مزامنة لخط المفاوضات الذي قد فتح من الأطراف السياسية سعيا منها للتوجه إلى الحنانة في محاولة للتوصل إلى استفاق ينهي الانسداد السياسي المرحلة القادمة من الفاوضات هي مرحلة جدية وربما تعد بمستوى عالي من الرسمية بناء على قراءة تحليلية للوضع السياسي لا يمكن القوة السياسية التي تبادر بجمع الأطراف المختلفة سياسيا من القوة الإطار والتيار الصدري أن تجازف عملية فيها بساطة من العرض من قبل الإطار يطرح المراقبون أسئلة واستفامات كثيرة فيما إذا كانت هناك إمكانية لعقد جلسة نيابية في ظل وجود خلاف بين الأطراف السياسية وهل ستنجح البوادر التي تسبق بادرة الحوار؟ من بغداد محمد فراس قناة التغيير